مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله استقرار على الأجواء وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خلال اليومين القادمين وحتى ظهر يوم الأربعاء بعد ظهر يوم الأربعاء تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا وتتكاثر الغيوم أيضا تدريجيا وفي المساء تسقط الأمطار بإذن الله فاصل أعزائي المشاهدين ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو أهلا بكم مرة أخرى الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة وخلال الأيام القليلة القادمة في البداية نستعرض درجات صور الأقمار الصناعية بصور الأقمار الصناعية بنلاحظ كميات قليلة من الغيوم موجودة في شرق البحر المتوسط وهذه الغيوم تتناقص تدريجيا كأن الذي سيؤثر على المنطقة مرتفع جوي وبالتالي تتلاشى كميات الغيوم أو تتناقص تدريجيا بسبب ارتفاع الضغط الجوي وأيضا لكن تبقى بعض الويوم القليلة جدا بسبب الرياح الغربية الرطبة أما درجات الحرارة فنلاحظ أن بقايا الكتلة الهوائية الباردة التي أثرت على المملكة خلال اليومين القادمين بدأت بالانحصار أو ستبدأ بالانحصار تدريجيا وبالتالي ستأتي كتلة هوائية ذات درجات حرارة أعلى تؤدي إلى ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة اللون الأخضر هو اللون الأبرد لكن اللون الأصفر هو اللون اللي درجة حرارته أعلى وهذا بيستمر حتى تقريبا زي ما حكينا حتى ظهر يوم الأربعاء وبعد ظهر يوم الأربعاء يقترب من المملكة حول جزيرة قبرص منخفض جوي يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة وإلى تكاثر الغيوم تدريجيا بإذن الله الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء باردة درجة الحرارة الصغرى بحدود خمس درجات مئوية في عمان والملموسة بحدود ثلاثة الرطوبة مرتفعة نسبيا بحدود سبعة وتسعين في المية وبالتالي هناك إمكانية لحدوث الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية والسهول خاصة السهول الشرقية الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة غدا الأثنين ارتفاع على درجات الحرارة الأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا غدا الأثنين توصل العظمى في عمان بحدود 12-13 درج مئوي والصغرى بحدود 6 درجات يوم الثلاثة ارتفاع آخر على درجات الحرارة وبالتالي بتسجل العظمى يوم الثلاثاء بحدود 15-16 درج مئوي والصغرى بحدود 7 درجات الأربعاء تسجل العظمى بحدود 12-13 درج حتى الظهر تقريبا لكن بعد الظهر تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي وبالتالي تتكاثر الغيوم تدريجيا مع ساعات مع بعض الظهر والعصر والمساء والليل وتسقط في المساء والليل بإذن الله زخات رعادية متفرقة من المطر تبدأ في المناطق الشمالية تمتد تدريجيا إلى بقية المناطق وبتكون درجة الحرارة الصغرى بحدود 4 درجات مئوية أحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام أفواً خلال يوم غد يوم غد الحرارة الأجواء المتوقعة في إربد ما بين مشمس وغائم جزئي الحرارة تتراوح ما بين 9 إلى 15 المفرق 8 إلى 14 جرش أيضاً 9 إلى 15 وعجلون 8 إلى 12 فيه فرصة ضائفة لسقوط بعض الزخات المطرية لفترة محدودة فيه أماكن محدودة مثل جرش وعجلون لكن بشكل عام الأجواء غداً مستقرة في معظم مناطق المملكة البلقاء 7 إلى 13 ومأدبة الصغرى 7 والعظمى 13 البحر الميت الصغرى 15 والعظمى 19 في عمان الصغرى 6 والعظمى 13 في الزرقاء الصغرى 9 والعظمى 15 درجة مئوية نلاحظ أن درجات الحرارة تقريباً أعلى من معدلات درجات الحرارة خلال الثلاثة أيام الماضية يعني سنشعر قليلاً بارتفاع قليل على درجات الحرارة خلال اليومين القادمين وحتى ظهر الأربعاء الكرك 7 إلى 12 والطفيل 6 إلى 12 والشوبك الصغرى 5 والعظمى 10 في العقب الصغرى 16 والعظمى 22 وفي معان الصغرى 8 والعظمى 15 درجة مئوية مناطق البادية الشرقية في الأزرق 9 إلى 17 والصفاوي 8 إلى 16 وفي رويشل 8 إلى 15 درجة مئوية أعزائي المشاهدين شكراً لمتابعتكم وأنا تمنى لكم أوقات سعيدة بأجواء إن شاء الله تسودها أو يسودها ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو اشتركوا في القناة